دلوقتي بقى نبدأ مع حضراتكو تغطيتنا النهاردة لمنتدى الشباب العالم متحديداً للي حصل مبارح في الجلسة الافتتاحية وخماصرح الشباب وكمان هنتابع اللي هيحصل النهاردة في المنتدى لكن قبل ما نبدأ بقى ناخد رأي جمالنا الأول في الفيو إيه رأيك؟ لا الفيو حلوة قوي حقيقة يعني شرم الشيخ كلها يعني الفيو والمنظر حقيقة رائع وإحنا كمان شايفين إنه فيه نسبة إشغالات عالية جداً ودي حاجة تفرحنا يمكن حتى شايفين فعلاً سائحين من مختلف الجنسيات موجودين جو حلو قوي قوي يعني ولا حر ولا برضو السقيع يعني اللي محدش يقدر يستحمله جوه فعلاً حلو جداً المناظر خطيرة لا يعني أنا مبسوط يعني كنت حتى أما جيت هنا حسيت أن كنت محتاجة أجي أشوف بقى المناظر دي يعني طيب إحنا طبعاً بنبدأ بالأخبار اللي حصلت مبارح لكن إحنا النهاردة هنبدأ بفقرة فقرة وضفتها جمانة طبعاً نجمة حفل الافتتاح مبارح بنت صباح الخير يا مصر فلازم بقى نتعرف منها بقى على الاستعدادات كانت متقلقة مبارح الحقيقة فنعرف منها بقى ورضو الاستعدادات بتاعتها كانت عاملة إزاي طبعاً يعني بشكرك يا شازلي بس الحقيقة أنا والله يعني أول معرفة أن أنا هكون موجودة في منتدى الشباب العالم في نسخيته الرابعة خاصة النسخة دي لها خصوصية بما أنها نسخة جت بعد يعني بعد تقريباً سنتين دي النسخة السنة اللي فاتت ما كانش فيه طبعاً بسبب جائحة كورونا فكانت هذه النسخة أنا عارفة أني لها خصوصية أولاً في توقيتها سانياً في الظروفها ظروف الجائحة الموجودة ولو هنتكلم على الظروف كمان الموجودة حالياً ظروف جائحة كورونا في العالم كله فأول بداية معرفتي بإني هكون موجودة في منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة أنا خفت الحقيقة يا شازني خفت وحسيت أنها يبقى علي مسؤولية كبيرة جداً لأنه أنا أمثل مصر أمام العالم فعلاً ولما جيت هنا وشفت كم الشباب اللي موجود من مختلف أنحاء العالم مدى اهتمامهم بالمنتدى فعلاً المنتدى بالنسبة لهم مش مجرد فصحة ولا مجرد أن هما بيجوا يزوروا بلد إن كان لأول مرة أو حتى بلد اعتادوا أن هما يزوروها لا المنتدى بالنسبة لهم بقى عبارة عن فرصة لأن هما بيجوا هنا بيناقشوا أولاً بيعودوا في جلسات بيحضروا جلسات بيعرفوا معلومات أكتر بيعرفوا حاجات كتير جداً يمكن تكون غايبة عنهم ده غير أن هما بيعودوا هنا بيشوفوا كمان فرص جديدة للستارتابس والشركات الناشئة وما إلى ذلك بيتعرفوا على بعض الموضوع فعلاً بالنسبة لهم بيبقى فرصة ويمكن بارح تابعنا في الافتتاح كلمات الشباب اللي كانوا موجودين في النسخ السابقة وقد إيه المنتدى فعلاً فرق معاهم وقد إيه هما استفادوا من المنتدى وقد إيه المنتدى كان بالنسبة لهم بيمثلهم فرصة أن هما يحققوا أحلامهم وأن هما يبتدوا أن هما يوظفوا كمان مهاراتهم وهواياتهم عشان يقدروا يستفيدوا منها بالشكل الأمثل لما شفت قبل حتى ما نبدأ الافتتاح شفت الشباب اللي كان موجود في القاعة طبعاً في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ أنا شفت فعلاً فرحة الشباب دي هما موجودين وكمان كانوا كله اللي كان موجود كان موجود بأعلام بلاده وكانوا دايماً بيتفاعلوا مع بعض المنظر فعلاً فعلاً كان يحسسك أنه العالم بخير والعالم يتجه لوضع واقع أفضل لو فعلاً قدرنا نحقق ده على أرض الواقع واحنا قدرنا فعلاً واحد يمكن الشباب اللي موجودين دلوقتي دول هما يعني إن شاء الله قادة المستقبل وزعماء المستقبل وكوادر المستقبل فلما تقدر تزرع جواهم من دلوقتي إن إحنا فعلاً كلنا واحد وبالرغم من إنه جائحة كورونا طبعاً يعني ظروفها صعبة على العالم كله لكن زي ما دايماً بيقول إحنا عرفتنا إن إحنا مصيرنا واحد العالم مصيره واحد شئنا أم أبينا وده يمكن الوضع اللي إحنا تحطينا أمامه وعرفنا الأمر الواقع ده فأنا كنت سعيدة جداً الاستعدادات طبعاً كان لازم أكون مستعدة نفسياً ومستعدة مهنية عشان أقدر أكون على مستوى الحدث اتشجعت وتحمست لما فعلاً شفت الشباب اللي موجودين وشفت القادة والزعماء اللي كانوا موجودين وكمان رعاية وحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعاً وحرموا السيدة انتصار السيسي الحقيقة دعم كبير جداً وشفت بعيني إنه في ممكن يعني كل كل الشخصيات اللي كانت موجودة حقيقة قد إيه كان قلبهم على الحدث وإزاي إنه لازم يطلع بأكتر شكل يليق بشكل مصر الشباب المنظم للمنتدى أنا مهما حكيت لك عن قد إيه هم بيساعدوا وقد إيه هم بيتعب ويمكن موقف حصر قدامي مبارح كنا في الفندق وكان فيه بنت منهم دراعها وقف من كتر الإجهاد وبتعايت فعلاً من الوجع ولكن هي والله وهي بتتكلم هي كان لازم تروح المستشفى بس للأسف هي كان بتعايت أنا بقول لها يعني ما تلاقيش خير إن شاء الله هي قلقان على شغلها يعني هي عايزة تشتغل لا هي الآن هي عايزة تشتغل وعايزة تكمل الحاجات اللي عادتها أم تاب وقالهم كم شهر تشغلين فيعني مش مشكلة أنا مش مشكلة صحيح مهم إن المنتدى يخرج بالشكل فعلاً اللي إحنا مخططين إنه يخرج بيه صحيح فيعني وشفت كمان طبعاً تبعنا كلمات يمكن أنتوني جوتارش تبعنا ديف مالباس تبعنا كلمات كتير جداً وقد إيه هم كانوا حريصين إن هم يكونوا موجودين حتى لو ما كانوش موجودين فعلياً أو حضورياً معنا في منتدى الشباب العالم في نسخة الرابعة لكن كانوا حريصين حتى إنه عبر الواقع الافتراضي أو البرتشوال رياليتي أو عبر فيديو كونفرنس أو فيديوز كانوا حريصين إن هم يكونوا موجودين ويشاركوا في هذه النسخة الاستثنائية استثنائية بكل المقاييس بكل ظروفها بكل ما فيها حقيقة هي استثنائية بكل تأكيد يا جمعنا كل التفاصيل أنت تتكلمت فيها بالتأكيد هتكون معنا في صباح الخير يا مصر النهاردة إحنا دي تالت حلقة لينا من صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ عشان نتابع المنتدى في نسخته الرابعة من نفس المكان ده بنصبح عليكم كل يوم من كونكورد السلام من هذا المنظر الجمالي الرائع زي ما حضراتكم شايفين كده في الخلفية في خلفية الكاميرا مش باين غير الطبيعة بس يعني أنت مش شايف غير البحر بس فأعتقد إنه ما فيش أجمل من كده فيه وممكن نصبح على حضراتكم